وفي سكاكا أيضاً نقف على أثراً من آثار العرب الموجودة في الصخور وفي الصحاري على طبيعتها وهو تطور الخط العربي كيف وصلنا إلى الخط العربي اللي نخط فيها اللغة الفصحة الآن؟ كما قلنا سابقاً إن اللغة الثمودية ثم اللغة الأرامية ثم النبطية ثم العربية انظروا إلى هذه الصخرة في جبل قريب جداً من سكاكا يسمى هضبة أو جبل أم طويقية لأنه عليه شكل كأنه واحد لابس له طاقية على راسه وأيضاً يسمى أم قلعة انظروا وجدنا نص أو اكتشف نص اكتشفوه قبلنا باحثين سعوديين ولله الحمد واحد كتب يقول نعصو ابنه امرأ القيس ابنه ملكو ملكو يعني ملك باللغة النبطية ملكو كشي يحط عليه واو هذا الناس منسوب لملك اللي هو الملك امرأ القيس طبعاً لا تخلطون بين الشاعر امرأ القيس صاحب المعلقة وبين الملوك الثلاثة اللي واحد منهم اسمه امرأ القيس اللي موجود له نص بالنمارة بسوريا النمارة في لوح مشهورة الآن في متحف اللوفر في باريس كتب هو الملك امرأ القيس لكن هذا النص يقول نعصو فيه الدلائل انه تشير انه ضئيل الانسان الضئيل او البعصو او النعصو ابن عبد امرأ القيس ابن ملكو لكنه هذا ليس يعني نرجح أو يرجح الباحثون رجح وانه ليس المقصود فيها الملك ملك النمارة لكنه في نفس العصر هذا خط في القرن الثالث الميلادي القرن الثالث الميلادي شوفوا الكتابة قريبة امرأ الميم والراء والألف واللام والقاف والسين طبعا ما فيه تنقيط وانتم تعرفون اللغة العربية في بدايتها اصلا ما كان فيها تنقيط يعني لو تراها تظن واحد توم تعلم يعني اللغة العربية وهي لغة نبطية قبيل تطور النبطية او تحولها الى العربية الفصحة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة